بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الثالثة والعشرون من فجر السفارة العراقية في بيروت عام 1981 من فجر السفارة العراقية في بيروت عام 1981 بعد وصولي إلى لبنان بوقت قصير سمعت دويا هائلا في بيروت ولم تمضي دقائق حتى أذاعت محطات الراديو خبر تفجير السفارة العراقية في بيروت يوم 15 ديسمبر 1981 وقد سويت السفارة بالأرض وقتل 61 شخصا بينهم السفير العراقي في بيروت عبد الرزاق لفته وجرح 110 آخرون وقد قتلت أيضا العراقية بلقيس الراوي زوجة الشاعر السوري نزار قباني التي كانت تعمل في المكتب الثقافي في السفارة وتعددت التكهنات في سبب التفجير فمن قائل بأنها عملية انتحارية ومن قائل بأنها بسبب انفجار أبوات داخل السفارة ومن قائل بأن السفارة العراقية نفسها كانت قد أعدت هذه السيارة للتفجير في بيروت ضد القوات السورية وهو أمر كان يحدث كثيرا في تلك الأيام ولكنها واجهت حاجزا سوريا مفاجئا طيارا بالقرب من السفارة فعادت أدراجها ولكنها لم تستطع انتزاع السوائق المعدة للتفجير بوقت محدد فانفجرت في مدخل السفارة وحسب ما يقول نواف شاذل طاقة ابن أخ المستشار الصحفي حارث طاقة الذي قتل في الانفجار يقول في مقال له في صحيفة الزمان بتاريخ 6 ديسمبر 2013 تحت عنوان 32 عاما على تفجير السفارة العراقية في بيروت أيدي الإرهاب المبكر مرت من هنا إخراج جثتي المستشار حارث طاقة وبلقيس زوجة نزار قباني من تحت الانقاض بعد أسبوع على الجريمة هذا عنوان مقاله في جريدة الزمان يقول إن سيارة نوع فولفو كانت قد هيئت بشكل متقن لتكون شبيهة تماما بسيارة السفير العراقي في لبنان وقد تسللت هذه السيارة إلى مبنى السفارة ظهيرة يوم 15 كانون الأول ديسمبر 1981 وهي تحمل علم العراق مما دفع حراس السفارة إلى الاعتقاد بأن السفير كان خارج السفارة وأنه عائد إليها وصادف أيضا أن العارضات الحديدية لحماية السفارة كانت عطلة في ذلك اليوم مما لم يترك مجالا لحراس السفارة للتأكد من السيارة بشكل كامل وهكذا تمكنت هذه السيارة المفخخة من الوصول إلى مبنى السفارة العراقية الجديد الذي كان معلقا على أربعة أحمدة لتنفجر تحت مكاتب الدائرة الصحفية مباشرة وتنهار السفارة بالكامل وكتب الأخ نصير المهدي في مجلة أو جريدة البديل العراقي مايلي لقد كشف قاضي التحقيق اللبناني في تقريره المنشور في الصحف اللبنانية والذي أخذ صفحتين كاملتين من جريدة السفير اللبنانية يوم ذاك وهذه إشارة للباحثين الأكاديميين كل ملابسات وتفاصيل عملية السفارة العراقية في بيروت وخلص إلى نتيجة قاطعة وهي أن عملية التفجير قد تمت من داخل السفارة وهي نتيجة لأمرين لا ثالثة لهما أن تكون بسبب وجود متفجرات في قبو السفارة أو أن نفقا قد حفر تحت السفارة ووضعت العبوات الناسفة في مكان في أماكن محددة بحيث انهار مبنى السفارة واستبعد كليا هذا القاضي اللبناني يعني قاضي التحقيق واستبعد كليا فرضية السيارة المفخخة التي يقودها الانتحاري الذي دعاه حزب الدعوة وكل ذلك يدعم فرضية الانفجار الداخلي ورغم كل التحقيقات التي أجريت فإن النتيجة لم تعلن على الملأ وقيدت الحادثة ضد مجهول إلا أن وكالات الأنباء نشرت بيانا صادرا عن مكتب حزب الدعوة في دمشق بأنه يتحمل مسؤولية عملية التفجير والتي قام بها عضو بحزب الدعوة يسمى أبو مريم الكرادي وقد جوا بها هذا البيان يومها بنوعا من التشكيك لمعرفة الجميع بعدم وجود جناح أسكري لحزب الدعوة في الخارج أو جناح آمل على الأقل يعني ربما كان هناك بعض الناس تدربون هنا وهناك ولكن جناح أسكري عامل لم يقم بأي عملية حزب الدعوة خارج العراق إضافة إلى عدم إرفاق أي توثائق مع البيان تثبت مصداقية التبني حيث يمكن لأي فرد أن يتفاخر بأن حزبه قام بهذا العمل البطولي وبالطبع لم يكن متوقعا أن ينشر الحزب يوم ذاك صورة المجاهد أبي مريم خوفا من انتقام النظام العراقي من عائلته في العراق إذا كانت عائلة داخل العراق ولكن الآمال بكشف حزب الدعوة عن هوية أبي مريم الكاملة يعني اسمه وبلده وعمره تساعدت بعد سقوط النظام 2003 وكان من المنتظر أن يحتفل حزب الدعوة بهذا المجاهد ويكرم عائلته ولكن شيئا من ذلك لم يحدث بل قام الحزب بدفن هذا المجاهد في غياه بالنسيان لأنه لم يكن شخصا حقيقيا في الواقع وإنما اسما إعلاميا مخترعا وقد كسب حزب الدعوة حينها بعض الدعاية الجهادية إلا أنه أضر بسمعة الحركة الإسلامية عندما صورها كمنظمة إرهابية تفجر سفارة مدنية وتقتل وتجرح العشرات وتستخدم العنف ضد الحكومة بدعم عسكري ومالي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما يقول موقع وكيبيديا على الإنترنت هذه الأيام فيزا لإيران لقائد حزب الله العسكري أبو ذر في أثناء تواجدي في لبنان عام 1982 كان يزورني شاب شيعي متحمس يعمل دركيا في الأمن اللبناني وكان أحيانا يسهر عندي في البيت إلى آخر الليل إلى الساعة الثاني عشر وينتقد الحكومة اللبنانية ويتحدث عن مقاومة إسرائيل وحب الاستشهاد في سبيل الله فكنت في الحقيقة أحذر منه إلى أن جاءني ذات يوم وطرح علي فكرة الاستقالة من عمله والدراسة في الحوزة في قوم الذهاب إلى قوم للدراسة وطلب مني تزكيته لدى مكتب الشيخ منتظري في بيروت في تلك الأيام ليعطيه فيزا دراسة أن يروح يدرس ليس فيزا زيارة يعني فكتبت له رسالة ورأيته بعد فترة في قوم وأخذت أزوره كلما أزور المدينة بفعل الصداقة التي قامت بيننا وبعد فترة انتقل إلى لبنان وانقطعت أخباره عني إلى أن سمعت أنه قاد عملية الهجوم الأخير على القوات الإسرائيلية في الجنوب أثناء تحرير الجيب الحدودي عام 2000 وأصر على أن يكون في مقدمة المهاجمين ليحظى بالشهادة كان مصمم على الشهادة هو فسقطت عليه كذيفة واستشهد في مكاني رحمة الله عليه وعلمت فيما بعد بأن أبا ذر هذا اسم الحركي يعني كان قائد المقاومة في الجنوب تتقبله الله شهيدا شجاعا مخلصا مؤمنة اضطراب ميزان الصداقة حسب الميزان السياسي كان لدي في لبنان صديق قديم منذ السبعينات ينتمي إلى أحدى الحركات الإسلامية وعندما حدثت الثورة في إيران وذهبت إليها وعملت في القسم العربي من الإذاعة ارتفعت أسهمي لدى ذلك الصديق كثيرا وكان يحرص على أن يزورني كلما ذهبت إلى بيروت وفي أحد المرات جاءني ليلا ليسهر معي وكنت في بيت عمي وكان صغيرا لا أستطيع استقباله فيه فلم يمانع من إحياء السهرة في الممر خارج باب الدار ولم أفهم سبب حرصه أو سبب حرصه على تلك الزيارة والسهرة غير المعتادة وعندما عدت في المرة الأخيرة سنة 1981 وكنت قد استقلت من الإذاعة وعلم بذلك فنزلت ألاقته معي إلى مستوها السابق مستوى عادي وبعد فترة أصبح أضوا في قيادة حركة أمل وذهبت يوما لأزوره فرفض أن يستقبلني ولم أفهم لماذا ودارت الأيام وخرج من الحركة بعد احتلال إسرائيلي لبنان عام 1982 وبينما كنت أسير في مدينة قوم وإذا بشخصا ينزل مسرعا من سيارة ويناديني ويسلم علي بحرارة ولم يكن هذا شخص سوى صاحبنا المتكلم ورغم أنه لم يكن بيدي أي شيء في تلك الأيام إلا أني تعجبت كثيرا من سلوكي المضطرب المبني على ميزان القوة وليس الصداقة الأخوية الإيمانية الثابتة المستقرة فقلت له مستقرما ما عدا مما بدأ ودارت الأيام مرة أخرى الدنيا دولاب في الحقيقة مرة واحد يسعد واحد ينزل فاحتل هو مركزا قياديا في حركة سياسية في لبنان ووسطني أحد الأصدقاء لكي أزوره ليساعد في حل مشكلة ذلك الأخ وعندما ذهبنا عليه لم يكلف نفسه أناء الترحيب بنا في غرفة الاستقبال وإنما نادانا إلى باب مكتبه يمجح المنتظر ويسبه من دون أن يراح وربما كان أمر هذا الأخ بسيطا فقد كان لي صديق آخر يتابع أخبار إيران والثورة ورأيته ذات مرة يمجد الشيخ حسين علي المنتظري اللي كان ذلك الأيام نائب الإمام الخميني وكان هذا أمر عاديا من رجل متعاطف مع الثورة الإسلامية في إيران ولكني التقيته بعد فترة وكان ذلك بعد استقالة الشيخ من ولاية العهد فإذا به يهاجمه بشدة ويتلفظ ضده بألفاظ نابية فتعجبت من أمره وسألته فيما إذا كان قد ذهب إلى إيران أو التقى بالشيخ المنتظري سابقا ولاحقا أو يعرف عنه أي شيء أو يعرف لماذا استقال وهل الحق معه أو مع الإمام الخميني مثلا فقال لا أبدا فقلت لهو متعجبا كيف كنت تمدحه كثيرا سابقا ولماذا تسبه بهذه الطريقة اليوم ومن أين استقيت معلوماتك استقيت معلوماتك عنه فقال من الصحف الإيرانية وهنا تذكرت المثل الذي يقول إن الشيوعين في بلاد العربية يفتحون مظلاتهم عندما تمطر السماء في موسكو وإلى الله في خلقه شؤون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر